الحمد لله الملك العلام والصلاة والسلام وعلى نبي الرحمة ورسول السلام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام وسلم تسليما كثيرا المسجد الأقصى والمسجد الحرام وارتباطهما في رحلة الإسراء والمعراج هذا الارتباط يؤكد عليه قول الله عز وجل في مطلع سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ولما كان هذا المسجد العظيم إحدى المقدسات الإسلامية جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأكيد على فضله وشرفه وفضائل الصلاة والعبادة فيه فيقول صلى الله عليه وسلم بعد أن بيّن فضل المسجد الحرام والصلاة فيه والمسجد النبوي الشريف والصلاة فيه بيّن فضل الصلاة في المسجد الأقصى فقال صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة في ما سوى وصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة في ما سوى وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة و لما كان لهذا المسجد العظيم هذا الفضل و هذا الشرف كان ارتباط المسلمين به ارتباطا قويا منذ بداية الدعوة الإسلامية فهو أولى القبلتين و ثالث الحرمين الشريفين و ثاني المساجد التي تشد إليها الرحال فيقول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام و المسجد النبوي و المسجد الأقصى يقول صلى الله عليه وسلم عندما عاد إلى قريش و أخبرهم بهذه الرحلة العظيمة التي زار فيها المسجد الأقصى و قوبل صلى الله عليه وسلم بالتكذيب لما كذبتني قريش كنت في الحجري فجل الله لي بيت المقدس أي أظهره و كشفه معجزة له صلى الله عليه وسلم فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أنظر إليه و أخبرهم عن آياته و أوصافه و علاماته و ما فيه من أبواب و ما فيه من جهات دليل على أنه صلى الله عليه وسلم زاره و تشرفت هذه البقعة المباركة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما للنبيين و المرسلين ليؤكد عالمية هذه الدعوة و أنها لبنة في بناء الرسالة و النبوة فهذا يؤكد أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين و خاتم المرسلين و هو صلى الله عليه وسلم القائل عن هذا البناء مثلي و مثل النبيين من قبل كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه و أجمله إلا موضع لبنة في زوية من زوياه فجعل الناس يطوفون به و يعجبون له و يقولون هل لوضعت هذه اللبنة يقول صلى الله عليه وسلم فأنا اللبنة و أنا خاتم النبيين و من هنا نشتاق إلى زيارة هذه البقاع المقدسة و التشرف بالصلاة فيها كنوع من أنواع الحب و الامتداد و التواصل بيننا و بين هذه المقدسات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المتقين إنه نعم المولى و نعم النصير و أقول قولي هذا و أستغفر الله لي و أعلم